طلاب العربية طالبات العربية أهلاً وسهلاً بكم من جديد في الدرس الثاني من المنح درسنا اليوم هو أقسام الكلام يعني parts of speech أقسام الكلام في العربية ثلاثة الإسم the noun الفعل the verb الحرف the preposition أولاً الإسم first the noun الإسم ما دل على معنى مستقل بذاته the noun is what denotes a meaning that is independent مثال كتاب طالب أستاذ لغة ماء تفاحة فكرة all of these nouns are examples of الإسم الفعل is the verb الفعل ما دل على معنى مستقل بذاته وارتبط بزمنه verbs are able to denote an independent meaning but are connected to time and tense مثال كتب فعل ماضي يكتب فعل مضارع أكتب فعل أمر past tense he wrote he writes and write in the imperative now the third now the third now the third من سورة العلق القرآن verses three and four الآية الثالثة والرابعة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم so you see the B and its use in here شكرا جزيلا على متابعاتكم لدرسنا ونراكم في الدرس القادم إن شاء الله شكرا جزيلا